نتنياهو أعلن اللي هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الموافقة على خطة دخول رفع جنوبي غزة من أجل القضاء على حماس مؤكداً لا انتصار على حماس دون دخول قوتنا إلى غزة الكلام ده قاله نتنياهو في مؤتمر صحفي بالقدس وقال إنه سندخلها بكل تأكيد وسنتغلب على كل الضغوط وسندخل رفع رغم معارضة الرئيس بايدن هو مش بايدن بس هو اللي همك بايدن لكن مش بايدن بس اللي معطرد العالم كله معطرد ومصر تؤكد بدلاً من المرة ألف أن اقتحام والدخول البري إلى غزة خط أحمر وسيضع مصر في مواجهة مع إسرائيل مصر بتحذر في الوقت اللي هي بتجري فيه مفوضات بين الأطراف في مصر لبدء هدنة إحنا بنبذل أقصى مجهود نتنياهو بيصعد للآخر قبل ما يدخل غرفة العمليات يا رب يا رب وانتو طبعاً عارفين أنا بدأ على إيه يعني قال نتنياهو نجور عمليات جيش لاحتلال هيشمل الضغط العسكري والمفاوضات وقال إن وافع العملية العسكرية في رفح لإنقاذ الأسرة الإسرائيليين في غزة وتعهد بأنه يعيد المخطوفين سواء كانوا أحياءً أو أمواتً طبعاً كان فيه دعوات بتتكلم عن دعوة الانتخابات المبكرة قالوهم إن الدعوة الانتخابات المبكرة دون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة الأسرة بيبتزهم بالأسرة نتنياهو قال إنه حيرجع يمارس مهامه بعد الجراحة التي سيجريها خلال الساعات المقبلة حيث سيعالج فتقاً في بطنه جرى اكتشافه لدى فحص دوري أجراه يوم السبت نتنياهو عند 74 سنة يا دوبك بجدول أعماله الكامل التزم طول فترة الحرب من 6 شهور وقال أطباقه إنه بصحة جيدة لكن في أطباق قالوا العام الماضي إنه خبه مشكلة قلبية معروفة منذ فترة طويلة وزرعوا له جهاز تنظيم ضربات القلب يعني مهستك يعني ما عندوش حاجة يخسرها يضيع الفلسطينيين يضيع السلام في المنطقة حيجراله إيه